اهلا بكم تسير مملكة البحرين ضمن منهجية واضحة في السياسة الجنائية الهادفة نحو مكافحة الجريمة بهدف اقامة مجتمعات يسد فيها الامن وابطمئنين فقد اثبتت التجارب وفقا للمفهوم العلمي ان وسائل مكافحة الجريمة متنوعة ولا تتقين بفكرة انزال العقاب في صورته التقليدية ولذلك فان التوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة دليل على ان منبكة البحرين تهتم ببناء واعادة بناء الانسان واحتواء المجرم وتحويله الى مواطن صالح اكثر نفعا من انزال العقوبة عليه شريطة عدم الاضرار بالمجن عليه او حقوق المجتمع وحول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا في ستوديو البرنامج السيد علي احمد اميني مدير ادارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية ولكن دعونا نشاهد هذا التقريب الاولى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وباسمكم مرحب بضيفي الاستاذ علي احمد اميني مدير ادارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية مساك الله بالخير استاذ علي يا اهلا وسهلا فيك طبعا البحرين صدر فيها قانون العقوبات البديلة في العام 2017 لكن في 2018 بدأ التطبيق العملي ووصلنا الى اليوم لارقام الحقيقة تعتبر جيدة جدا في هذه الفترة القياسية حوالي 2699 محكوم استفادوا من قانون الحكام البديلة هذا القانون جاء بتوجيهات مباشرة من سيدي جاية الملك وبعمل على قدم وساق من معالي وزير الداخلية الى اي مدى يمثل هذا القانون نقلة نوعية وحضارية في قوانين مملكة البحرين باعتبار انه موجود في الدول المتقدمة كثيرة كانت تطبق هذا القانون سابقا ومنذ انطلاق المشروع الاصراح لسيدي حضر الصاحب الجلال الملك المفدى حفظ الله ورعاه وتنفيذ الرؤية الملكية السامية لقيام الدول المدنية الحديثة فشفنا كثير من التغييرات في مملكة البحرين في القطاعات السياسية والاقتصادية والامنية كذلك وقانون العقوبات التدابير البديلة هو استكمال لهذه المسيرة التنموية بحيث اننا نستطيع ان نطبق العقوبة بالمفهوم الحديث وايضا نحفظ حقوق المحكم بالاضافة الى اسرته وايضا يكون لمرتود على المجتمع وفي نفس الوقت ما يصير في انتقاص او تقليل من شئان حقوق المجني عليه ولا المجتمع ولا المجتمع بالضبع وطبعا هذه هو نهج مملكة البحرين يعني اللي تنتهج الحكومة من ناحية انها تكون يعني متفهمة ومتسامحة مع الاحكام وايضا هذه العقوبات تتماشى مع الالان العالمي لحقوق الانسان في الحقوق المدنية والسياسية وايضا هي تتماشى مع البروتوكولات الخاصة بالتدابير الغير احتجازية واليوم احنا الطريقة اللي نطبقها في مملكة البحرين هي عن طريق ان المحكم يحضر برامج تأهيل والتدريب او يعمل في حمل خدمة المجتمع واحيانا يكون الحكم انه يمنعونه من ارتياد امواكن معينة او انه يمتنع عن تعرض لاشخاص معينين او انه يكون ايضا بال... رح نذكرها بالتفصيل هي سبعة تدابير تنطلق من نهج انساني الحقيقة لسيري جات الملك حفاظا على الاسرة حفاظا على المجتمع وايضا اعطاء فرصة ثانية للمحكمين خاصة من غير معتادية لاجرام او ممن لا يمثل خطر على المجتمع بان يتأهل من جديد وينخرط كعنصر ايجابي وفاعل في المجتمع لذلك جاءت التدابير اختيارها اعتقد بدقة هي سبعة تدابير هي تتماشى مع نوع الجريمة ممكن تشرح لنا السبع تدابير او على الاقل ابرزها وما هو التدبير او اكثر من تدبير الاكثر استخداما خلال الفترة السابقة هو الاولي طبعا يكون العمل في خدمة المجتمع اللي هو طبعا يلتحق باحد مؤسسات الدولة ويعمل فيها في وظيفة موجودة وبعض التدابير تكون عبارة عن انه هو ما يرتاد اماكن معينة او احيانا يكون انه هو ما يقابل اشخاص معينين او ما يتعرض لهم وعندنا ايضا حضور برامج التأهيل والتدريب وهي هاي البرامج اللي احنا نسويها وايضا عندنا انه هو يصلح الضرر الناشئ عن الجريمة هناك سبعة تدابير يمكن احنا الناس تعتقد في البداية ويمكن اتكلمنا في حديث سابق عن هذا الموضوع هذا يمثل ضعف في القبضة الامنية ضعف في الحفاظ على امن المجتمع بان المحكم عليه لن يأخذ جزاة كما هو يستحق من وجهة نظر المجتمع في البداية اليوم المجتمع اكثر تقبل لهذا القانون اكثر تفهم له عرف مغزاة واهدافه ووجد اثناء تطبيقنا بالفعل كثير من الاسر التمت مع بعض ابنائها رجعوا لها خاصة اذا كان الجرم ليس بكبير ولا يشكل خطر على المجتمع هل ردت الفعل ما بين بداية القانون والان وجدتوها تختلف؟ قد يكون في تخوف اول ما بدأ القانون ويمكن الناس ما كانت متواقع ان شنة تكون النتائج طبعا نحن بدأنا البرامج خلينا لهم اشارات اداء وعلى اساس ان تأكد من فعالية البرامج وايضا اللي سويناه ان هذه البرامج يعني احنا حاولنا ناخد برامج من دول ثانية بس شفنا ان القانون اللي عندنا متقدم جدا فما في دولة ثانية عندها برنامج تتماشى مع قانوننا فاللي سويناه احنا سوينا برامج يعني من عندنا من البداية وانشئنا برامج ما كانت موجودة ومؤشرات الاداء اللي يعني شفنا نتائجها ايضا قمنا ناخذ مؤشرات قياس اداء دولية بحيث ان احنا نضمن لنسبة الجريمة استاذ علي لو تبرز لنا يعني بنقاط محددة شنو ابرز نتائج هذا القانون منذ تطبيقه في العام 2018 طبعا بالاضافة الى ان ثقة الناس فيه يعني اليوم انترسخت ولله الحمد كنقاط ونتاج مباشرة انتو لمستوها شنو ابرزها نعم احنا اول شي تعاوننا مع المحافظات في تطبيق بعض البرامج اللي عندنا وطلع منها الاعمال اللي سواها اللي يخدموا فيها المجتمع يعني مثلا مجموعة منهم كانوا او اعياتنا ويناطفون واهلون الحدائق والسواحل وايضا بعض الاعمال يعني المهنية الغير فنية اللي نضمنها النجارة والصباغة بعد بعض المنشآت وايضا بعض اعمال الحدادة والسباكة يعني في النهاية عمال يدوية عمال يدوية اينا هي اعمال يعني مهنية غير فنية حرفة مهنية اي حرفة بس غير فنية فهو يسويها في النهاية يرد العاد على المجتمع وايضا من الاش it Mary said اللي سويناها يعني كان تعاوننا مع مديرية محافظة محارك وهم كانوا يبون يسويون سوق خاص للمزارعين والأسر المنتجة طبعا هذه سوينا ونحن بالكامل مع المحكومين بالأقوبة البديلة اللي هم ساهموا في إنشاء هذا المكان وعقب الأسر المنتجة والمزارعين قاموا يبيعون الأشياء اللي عندهم هناك في هذه المنطقة اللي يعني صارت بدون تكلفة وهم نفسهم ذلين الناس يعني كان هو عمل إنساني زائد عمل تطوعي زائد عمل يخدم المجتمع وعندنا أيضا من ناحية المستوى الدولي اللي نحن اللي سوينا هو أنه إحنا كنا نبي نقيس أداء البرنامج ونشوف مدى تأثيره على يعني في المجتمع وعلى المحكوم نفسه فأقارت عندنا معاشرات قياس أداء وكشفنا النتائج زينية بس بعد كنا نطمح أن يطلق لنا شيء بمستوى دولي فإحنا تابعنا مع معهد اسمه معهد ROI هاي معهد طبعا دولي وعندهم معادلات حق جميع البرامج والمبادرات والأشي اللي يسوونها مثلا الحكومات والدول وحتى القطاع المصرفي أنك جميع المبادرات البرامج اللي يسوونها شنو المردود منها وهل هي لها أثر في المجتمع ولا لا فأخذنا هذه المعادلات اللي يعني هي معادلات صار لها أكثر من ثلاثين سنة وقعدت تطورت وتتعدل وطبقناها عندنا بحيث نشوف شنو هو تأثير العقوبة البديلة وشنو الفارق بين الشخص اللي استبدلت عقوبة عقوبة بديلة والشخص اللي تعاقب بالعقوبة الأصلية اللي هي عقوبة الإكراه البدنية وشفنا أن نسبة الجريمة تقل بشكل كبير عند النوس اللي نحكمه بالعقوبة البديلة فنشوف أن نسبة الأولى للجريمة عندهم تقل فهذه في النهاية في المحصلة اللي شو يصير عندنا بيصير عندنا أن العقوبة البديلة ساهمت في خفض نسبة الجريمة بشكل عام وخفض نسبة الأولى للجريمة بشكل خاص وحققت مبدأ الإصلاح اللي تقوم عليه المؤسسة العقابية وليس الهدف منها أن تعاقب ولكن الهدف الأسمى هي أن تصلح الشخص وتعيد عنصر إيجابي للمجتمع والبرنامج أيضا هل تفزت بجائزة؟ هي جائزة الـ ROI هي من الولاي المتحدة الأمريكية وهذه معهد وصار لهم أكثر من 40 سنة شاركوا فيها أكثر من 70 دولة ونفزنا كأحسن برنامج حكومي على مستوى العالم إدارة الوقاية من الجريمة وكانوا برنامج سامع وأيضا نطلبهم من عندنا أن يأخذون هذه الدراسة التي قدمناها ويجعلونها عندهم في المطبوعات الأدبية بحيث أنهم منهج المعهد بالضبط يأخذون مثال برنامج حكومي ناجح ويكونوا برنامج سامع ويتأمم على جميع المعاهد ما هو برنامج سامع؟ هل هو يأتي ضمن العقوبات والتداوير البعيدة؟ نعم هو ضمن برامج التأهيل والتدريب طبعا برنامج سامع هو اختصار حك ساعي عمال منفع الأومة كل حرف يختصر كلمة ساعي أعمال منفع الأومة نعم وهذه طبعا بمعنى أنه هو المحكم نحن ندربه بشكل نظري على مهارات معينة هو بيقوم بها هذا طبعا يكون 20% وال80% الثانية هو بيقوم بعمال مهنية في المجتمع فمثلا اللي نشوفه مثلا اللي يكونوا في السواحل اللي يكونوا في الحدق اللي يكونوا مثلا اللي يسواوا السوق في محرق اللي بعضهم يعني قاموا صبغون منشآت معينة تتبع مثلا جهات رسمية هذه كلها هما تعلموها بشكل نظري في البداية ويطبقوها بشكل عملي سامع وتمام أيضا نعم تمام وهو برنامج ثاني برنامج ثاني هو اختصار حكي تأهيل المحكمين وإدماجهم في المجتمع وهذا طبعا برنامج يعلم المحكم مهارات معينة بحيث أنه هو يقدر يتعامل في مثلا يتعامل مع الطوارئ والكوارثة مثلا كيفية أخلاء وقت الحريق كيفية مثلا إطفاء الحريق ومثلا يقوم يحصل فيها على شهارة سعافات أولية فهذه هما يكونون عندنا بشكل ناس نستعين بهم في أوقات الكوارثة وطوارئ ونعرف شنو مهارات اللي عندهم لأنه أحيانا يصير أنه يعني أهل البحرين أهل فازقة صحيح وليوم نشوفهم في أجواء كورونا المتطوعين متطوعين بالضبط في ساعات قليلة وصلت 30 ألف والأرقام تزيد والأرقام تزيد نعم فأنت تودك ساعات أن الشخص اللي هيك يكون متمكن فأنت دلين تعرف بالضبط شو المهارات اللي هم يعرفونها وهي نفس المهارات اللي هم بتحتاجها يعني محكمين أن تتحولونهم إلى ناس قادر على مساعدة المجتمع ومطاهلين أيضا نعم نعم وعندنا أسامي ورقام تيلفوناتهم ووقت الحواجر أن تصل لهم ويونهم يطوعون بشكل وهل صار من قبل ذي الشيء ولقيتوا منهم تجاوب نعم لأنهم في النهاية كلهم يعني عقب هذه المعاملة هم يحسون روحهم ترى ناس فعالين في المجتمع إش قادر لقيته نسبة التحول خلنا من النظري الآن على الجانب العملي إش قادر لقيته نسبة التحول في شخصية المحكم كثير من المحكمين أحيانا يكون البعض يائس أو متمرد أو يشعر بالظلم يشعر من المنبوذ يعني تختلف حسب طبيعة الجرم إش قادر لقيته التحول أن يكون عنده الاستعداد والقدرة بل والرغبة أن يكون متطوع ينقذ الناس في حال حريق في حال يعني أخلاء مثل ما قلت يريد أن يساعد الآخرين إش قادر تحول إحنا سونا استبيان كان في كذا مؤشر حق نشوف ردة فعلهم كلها كانت فوقت 90% إحنا أعطيك شيء إحنا شفناه بنافسنا المحكم أول ما هي عندنا هي عندنا منازل راسه يحس شوية بحراج يحس أن يعني كأن المكان هو متقبله تتقولون لا رفع راسك عقب ما يخلص الدورة ريال رافع راسه ويفتخر ويقول إذا عندكم شيء أعطوني أنا بشتغل فيه ناس حتى كانوا عندنا خلصوا بمدة محكمياتهم قالوا إحنا مستعدين تساعدوا إياكم نكمل شغل إياكم جميل سماءنا عن قصص ياريت تأكدها لنا أو إذا كانت مبالغة تقول لنا أستاذ علي في بعض المحكمين كانت يعني محكميتهم البديلة أن يعملون في قطاع حكومي في بعض الوزارات توظفوا فيها عقب ويقعوا فيهم من حسن السير والسلوك والرغبة في العمل ووظفوهم هل هي حقيقي؟ اينا لأن هذه نحن نأخذ التدبير الأول اللي هو خدمة المجتمع هو المحكم يخلونا في وظيفة موجودة في الهيكل الوزاري في أحد وزارات الدولة فأحياناً هذه المحكم يعمل بطريقة وأدوة يكون ممتوز أنهم يشوفون إذا راح ممكن أن مجرس العمل يتأثر فأقولوا إحنا نخلي عندنا ونوظفة ونمشي لراتب يكون عندنا أحسن والعمل بيستمر بنفس المستوى أعتقد هذه تضاف بشكل كبير إلى نتائج الإيجابية لهذا القانون لأنه قد يكون هذا الشخص عاطلاً للعمل وما توظف له غالباً راح يكون عاطل عن العمل أو باحث عن العمل أو يمكن كان فاقد الأمل أنه يلاقي وظيفة صارت عمليتين هي عمليت عادة تأهيل بالضافة إلى التأوظيف أكثر من أصفور هذا القانون أيضاً في جانب إنساني مثل ما ذكرنا في البداية والجانب الإنساني دائماً يعني تكون في سلم أولويات سيريجات الملك حينما يكون في أي شيء لصالح المجتمع لكن على مستوى مبادئ حقوق الإنسان أيضاً هذا القانون يعني يرائح حقوق الإنسان وقد أشارت به الكثير من المنظمات الدولية أيضاً نعم فنحن نتكلم عن أركان وبناء الدول المدينية الحديثة والأسرة أهم شيء في بناء المجتمع فهذا القانون ركز أن الشخص المحكوم أصرته لا تتأثر فهو في النهاية لأن مثلاً يكون محكوم بأي عقوبة من السبع عقوبات التي ذكرناها في النهاية هو ترى بيرجع بيتهم في النهاية هو ما بيصر عنده انفلات أساري لأنه هو موجود في أسرته في النهاية بيؤدي دوره بالكامل سواء هو كان أب ولا أخ ولا زوج لأنه كل يوم بيرجع وكذلك كل يوم بيأكل في بيتهم بيرجع في بيتهم فنحن نشتويننا وما تلصق فيه الوصمة المجتمعية اعادة تأهيلة ودماجها في المجتمع هذه كانت صعبة قبل فهذه سهل علينا هذا الموضوع كذلك فنحن ضماننا الترابط الأساري والنسيج الاجتماعي والذي في النهاية يقوّلنا المجتمع والذي في النهاية يقوّلنا بنية الدولة خاصة إذا كان نكرر دائماً لأن الناس كانت تقول هدد المجتمع لمن لا يشكل خطر على المجتمع خاصة أن المحكومات أو الأحكام تكون على المحكومين في حدود السنة اللي يطبق عليه هذا القانون وفي صلاحيات معينة إلى خمس سنوات يمكن ذكرها يوم أمس الأستاذ المحامي فريد رازي بالتفصيل لا داعي ليذكرها يعني العدد 2699 نحن نشوفه عدد كبير لكن كنت تقول لي أستاذ علي قبل ما نبتدي هذا اللقاء أنه كنت تتمنون الأكثر وكان عندكم ممكانية يكون العدد أكبر لو لا جاء أحد كورونا اللي عطلت بعض هذه الأمور نعم فهذه العقوبات مستمرة يعني تطبيقها وكاني نطبع حاليا عقوبات أنواع مختلفة يعني يمكن إحنا برامج حضور برامج التأهيل والتدريب شوي وقفناها بسببت يعني جواجها العامل حاليا في الدولة فبترجع إن شاء الله بس باقي العقوبات يعني مثلا عدم ارتياد دموك المعينة أو عدم التعرض أو مثلا لقامة الجابرية أو المراقبة الإلكترونية هاي كلها شغالة لحد الحين نعم فهو العدد طبعا بتم يزيد ويستمر وطبعا يعني تطبيق مثل هذه العقوبات يعني قاعدة تبين أن يعني العقوبة ماشية الأسرة قاعدة تصير قوية المجتمع قوي والمردود من الأعمال اللي قاعدين يسووني ترى هم قاعدين يردون الدين على المجتمع يعني اليوم المحكوم ما قاعد بس يسوي أعمال مالها معنا بالأكس كل هالأعمال قاعدة ترد بالنفع حق ناس في المجتمع وأيضا حق يعني مؤسسات الدولة بشكل عام أسر المحكومين أكيد تلتقون فيهم يعني خاصة إذا كان مثلا أثناء الحكم البديل أو بعد انتهاء المحكومية شلون يعني لقيتوا تجاوبهم أو ردة فعلهم تجاه هذا يعني ابنهم كان من المفترض يكون محبوس اليوم هو معاهم في الأسرة ويقوم بتدابير بديلة وعقوبات بديلة طبعا هذه من الجوانب الإيجابية اللي أثرت على المجتمع أننا احنا ضمننا ترابط الأسعرية وضمننا أن كل واحد يأدي دوره في عائلته فيعني طبعا هو يختلف عن الشخص اللي مثلا كان في مركز الإصلاح في السابق وكان محكوم بعقوبة الكراه البداني وخلاص مكانوا يشوفون إلا وقت الزيارة مقارنة أن اليوم الشخص يكون محكوم بالإضافة أن كل يوم يرجع بيتهم كل يوم يرقل في بيتهم وكل يوم يأكل في بيتهم ويرد يأدي الوقت اللي عليه خلال اليوم يعني يأدي مثلا الثمان ساعات اللي عليه ويرد يرجع بيتهم مرة ثانية ويمارس حياته بشكل يعني بشكل حر يعني خنقول مثلا إذا هنتكلم عن حقوق الإنسان حقوق الإنسان يعني يعطينا هذه كله ثلاثتهم والله الحمد للبحرين الحمد لله بلد الأمن والأمان تستمر إن شاء الله بذلك ويمكن يعني العقوبات البديلة وكان فيه دفع أخيرة في مارج وسبوع الإطاف أيضا دفع غيرها وسيدي جات الملك أكد أن في هذا التوقيت أيضا وقت كورونا لحين هذه الجائحة مراعاة للأسرة البحرينية وهذه نكرر دام الأسرة أن الأسرة وحفاظ عليها وأمنها واستقرارها وتماسكها مهم جدا لأي مجتمع وهذه يعني تسعى لتحقيق قيادة البحرين بمختلف الطرق ومن ضمنها طبعا العقوبات البديلة كل الشكر والتقدير لك ساد علي ساعدنا بهذا اللقاء إذا كان عندك كلمة خيرة في هذا المجال فحنا والله نتمنى أن هذه الجائحة التي نحن فيها اليوم تعدى إن شاء الله على خير بتعدى إن شاء الله نعم وهذه العقوبات أيضا نحن نتوسع فيها وهذه طبعا هذه تطبيق العقوبات يعني شفنا وعد من تطبيق العقوبات أن ترى الجريمة بتقل في البحرين يعني بشكل ملحوظ هذه النتاج الأولية نعم بإذن الله وهذه اللي نتمنى إن شاء الله كل الشكر والتقدير نعم يعطيك العافية كما مشاهدنا الكرام أشكركم على حسن المتابعة نلتقي إن شاء الله بداية الأسبوع القادم أترككم في أمان الله وإلا الله